ربنا قولوا ما ربك بظلام للعبيد هنا الناس اللي يدفلوا يعني في نقاش فلسافة يقولك ما ربك بظلام حين تنفي صفة المبالغة عن واحد تبقى ما نفتش عنه الصفة الاصلية لما تجي تقول فلان ليس بأكل هل نفيت عنه انه اكل يبقى اثبت له انه ايه لا اكل نفيت المبالغة يبقى فلان ليس بعلامة يبقى عالم طب ما ربك بظلام يبقى ما فيش منع يبقى ظالم بس ها ما هي معنى هكده بينفو الصفة المبالغة مش كده ولا لا زي ما قلنا فلان ليس بأكل يبقى يمنع انه اكل طب ما ربك ليس بظلام ما يمنعش انه ظالم يبقى هو ظالم ما بيبلغش في الظلم بس نقول له لا انت خدت على ان الصفة في الله تتغير علوا وضعفا والصفة في الله لا تتغير علوا وضعفا لان كماله غير متغير يومان ايه الحكاية ام قال لك وقال له ما ربك بظلام للعبد يبقى لما يكون عنده طاقة يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده يبقى تكرر الحدث ولا لا اه تكرر يبقى ظلم لان الحدث ايه كتير ظلم ده لا 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 لما يكون عايز يظلم العبد ده تبقى يظلم ولا ميظلم اه طب واذا كان الظلم يتناسبه مع القدرة ما انت ما تظلمش الا اللي انت تقدر عليه يبقى ربنا ان اباح لنفسه مش هيبقى ظالم بس عشان قدرته واسعة اوي ده ان كان حيدخل في الحكاية دي ما يبقى ظالم ده يبقى ايه ده يبقى ظلام لان الظلم متناسب مع قدرة الظالم وقدرته لا حد لها مفهوم يبقى اذا الصفات في الحق سبحانه وتعالى لا يقول انها تضعف وتيل الكمال في الله واحد الا ان متعلقات هذا الله الكمال هي اللي بتختلف قد تختلفه لانها اذا تناسبت مع قدرته يبقى يبقى ظلم اوي وان تناسبت مع العدد يبقى ظلم هذا وظلم لما يجي على التلميذ الفصل عدد اربعين وتلميذ صغير وضرب كل الفصل ولو بس زق كده زقدة بسيطة كده يقال ده ايه ضرب 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 وان كان الضرب بتاعه ما ما الامش الواحد انه ما الكسر دي ضرب الفصل كله ولا ميسك ولا برنه على الاجام ده برضو نقول ضرب فاما ان تبالغ في الحدث الغير المكرر واما ان تبالغ في تعدد الحدث المكرر وان كان عاديا اشتركوا في القناة